موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز سيكون معينا فيها ترانز وأخبار جديدة وموضوعات كثير مختلفة ويلا نبدأ الحلقة بفقرة ترانز of the week الفنانة دونيا سمير غانم دايماً بتكون تراند أي شيء أو أي خبر يتعلق بها دايماً بتصدر التراند النهاردة معينا خبر خاص بها تصدر التراند بكوة خلال اليومين اللي فات وخصوصاً بعد الإعلان عن أن مسلسلها عالموازي هيخرج بره السباق الرمضاني للسنة التانية على التوالي يمكن كلنا عارفين أن المسلسل رمضان اللي فات ما كانش موجود بسبب إصابة معظم أبطال العمل بفيروس كورونا وده اللي عطل التصوير وخلاه يبعد عن رمضان ولكن ما كانش ده بس السبب في تصدر دونيا سمير غانم للتراند والسبب الأهم كان الخلافات اللي حصلت بينها وبين الفنان والمنتج هشام جمال الخلاف بدأ بخطوة عملية الفنانة دونيا سمير غانم بإلغاء متابعة هشام جمال على الإنستجرام مش بس كده دي كمان مسحة كل الصور المشتركة بينهم على صفحتها طيب الخلاف ده إيه سببه؟ حسب المعلومات المتدولة فإن سبب الخلاف ده هو إن المنتج هشام جمال قرر استبعاد مسلسل عالم وازي من العرض في رمضان وقرر إنه يشارك بمسلسل في بيتنا رابط اتنين واللي هو من بطولته بجانب الفنانة ليلة زاهر وعمر وهبة وشايماء سيف وطبعا كده بقى موقف المسلسل الغامض ومجهول وده اللي أغضب الفنانة دونيا سمير غانم بشدة ومن المعروف إنه هشام جمال ودونيا سمير غانم عملوا مع بعض عدد كبير من الأعمال سواء على مستوى التمثيل أو الغنى أو حتى الألحان وكمان الإنتاج وفيها تقوم دونيا بالغاء متابعة هشام على صفحتها على السوشيل ميديا الفكرة إنه مع كل الخلافات دي بقى مصير فيلم دونيا الجديد واللي اسمه تسليم أهالي واللي من إنتاج هشام جمال غير معروف بالمرة من الترانز اللي كانت حديث عدد كبير من الناس على السوشيل ميديا كانت حفلة زفاف بنت الفنان أشرف عبدالباقي واللي تعمل الأسبوع اللي فات بحضور عدد قلال جدا من أصحاب أشرف عبدالباقي والمقربين وكان من ضمن الحضور الفنان شريف مونير يمكن أكتر حاجة إصدارة الترانز في الفرح كان رأس وغناء أشرف عبدالباقي مع بنته على أغنية متحط صالح بنتي وحبيبتي وكمان الأغنية الكوميدية اللي عملها أشرف عبدالباقي مخصوص لبنته وبتعبر عن فرحيته بي وكان أشرف عبدالباقي عرض الفترة اللي فاتت مصرحية كنز الدنيا مع عدد من الفنانين من زاوي الهمم والمصرحية اتعرضت على يومين ولقت رد فعل كبير جدا من الفنانين والوزراء والإعلاميين اللي حضروا لعرضه ومن المفروض أن المصرحية تتعرض الفترة الجاية على واحدة من القنوات الفضائية وطبعا الأسبوع ده كانت رياضة حضرة فيه بقوة سواء على مستوى النادي الأهلي أو النادي الزمالك النادي الأهلي اتصدر الترند بعد المتش اللي لعبه مع النادي المريخ السوداني في البطولة الأفريقية واللي قدر الأهلي فيه أنه يفوز بنتيجة ثلاثة كنين ولكن اللي اتصدر الترند مش فوز الأهلي بس ولكن كمان الرقم القياسي الجديد اللي حققوا الأهلي بالفوز ده الرقم القياسي اللي حققه الأهلي هو وصوله لفوز رقم 200 في كل البطولات الأفريقية وده بعد ما لعب إجمالي مباريات عددها 386 مباراة وطبعا الرقم ده بيضافر الأرقام القياسية والإنجازات الكثير اللي النادي الأهلي بيحققها خلال الفترة اللي فاتت أما بقى نادي الزمالك فهو كمان كان متصدر الترند بسبب عودة المدير الفني فريرة مرة تانية للتدريب الفريق والحقيقة أن عودة المدارب للتدريب الفريق خلت ناس كتير قوي من جماهير النادي زمالك مبسوطة وخصوصا أن المدارب البرتغالي فأول مرة قاد فيها الفريق قدر أنه يفوز بالدوري والكاس وزمالك كان بيقدم مستوى أكتر من رائع وناس كتير جدا علقت وقالت أنه أهم حاجة بتميز المدارب البرتغالي أنه بيجمع بين الشخصية القوية وحب اللاعبين ودول طبعا صفتين صعب يتجمعوا فيه المداربين كتير جدا طبعا بنتمنى التوفيق للزمالك والأهلي في مشوارهم الأفريقي وكل البطولات اللي بيمثلوا فيها اسم مصر وبكده خلصت فقرة Trends of the Week هنروح لفاصل وهنرجع نكامل فقراتنا ودلوقتي جمعتنا مع فقرة Scoop والنهار دا هنتكلم عن موضوع يمكن بيهم كل حد فينا وهو تأثير السوشيال ميديا في حياتنا مش تأثيرها العادي ولكن تأثيرها على صحتنا النفسية كتير مننا بيتابع المشاهير على السوشيال ميديا وبيعجب جدا بشكل حياتهم ودنيتهم والصورة المبهرة اللي بتظهر عليها حياتهم في الفيديو والصور اللي بنشوفها ليهم على صفحتهم على السوشيال ميديا بس السؤال هنا بقى هلو احنا عاديين وبنتفرج وبنقول الله ايه الحياة الجميلة دي بنكون فعلا مصدقين ان هي دي حياتهم وان الصورة او الفيديو اللي مدته ثواني او حتى دقائق بيعبر فعلا عن حياتهم وهو ده شكل حياتهم الحقيقي لدرجة ان الناس كتير قوي بتتمنى ان حياتها يبقى شكلها كده مش بس كمان في عدد كتير جدا من الناس والدراسات اللي نشرتها صحف اجنبية كتير قالت ان في ناس كتير بيجي لها اكتئاب وبيحصل لهم تمرد على حياتهم بسبب اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا وهو في الحقيقة حياة مش حياة وبما ان الموضوع مهم وليداخل كبير بالصحة النفسية قررنا ان يكون دفنا النهاردة الدكتور محمد محمود حمودة استشاري ومدرس الطب النفسي بجماعة الازهر اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك بسادة المخيبية دكتور ايه رأيك في الموضوع ده الناس كتير جدا بتتفرج على السوشيال ميديا وفجأة بيفتكر ان الثانية دي او دي ادي من الصورة او من الفيديو اللي هو مبسوط فيها وطلع متحمس جدا بيغني والحياة فضيعة وجميلة بيفتكر ان هي دي حياته الحقيقية فعلا فيه ناس بتبقى فاهمة انه دي حياة الشخص ده الحقيقية وفيه ناس بتبقى فاهمة لا انه ده لقطة من الحياة ده قاصد انه يحط اللقطة دي بس لانه المقاسي موجودة حولنا في كل حتة ولكن هو عايز يعرض حاجة تشد الناس فبيبقى حاطة اللقطة دي مخصوص عشان يشد الناس ففيه ناس بقى فاهمة الحكاية دي وفاهمين ان دي لقطة من حياته بس حياته مش كلها كده ولا حاجة وفيه ناس تانية لا بتبقى فاهمة انه دي حياته ويبدأ زي محرك قلت كده يتأثر نفسيا ويحس انه هو واقع في المجتمع وما لهش دور ويفتكر انه الفنان ده يعني او الانفلونسر ده يعني عايش حياته وانه الموضوع بالرفاهية اللي هو شايفها في اللقطة بتاعت الفيديو دي والناس دول طبعا بيخشوا بقى في اضطرابات قلق واضطرابات اكتئاب لانه بيحس صورته الذاتية عن نفسه بتبدأ تقل اللي بيتابع اصلا الممثلين والناس المشهورين على الانترنت دول غالبا ناس عندهم ثقة في النفس قليلة وهم بيحاولوا طول الوقت ان هما يكتسبوا ثقة في نفسهم بس ممكن انا تابع حد عشان انا بحبه لو انا بحبه وبتابعه بشكل عادي دي حاجة ولو انا بحبه وبتابعه بشكل مرضي دي حاجة تانية وده يدخلنا في مرض مشهور قوي اسمه سليبرتي وورشيب سندروم اللي هو متلازمة عبادة النجوم تمام؟ تلاقي شخص بيتابع الممثل بشكل مرضي اللي هو ايه يعني يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل عشان الواحد يعرف الفرق بان انا بتابع شخص عشان بحبه وان انا كده بقيت مهووسة او مريضة بيه؟ بالزبط كده هو السليبرتي وورشيب سندروم ده عبارة عن يعني هو الطراب وسواسي ادماني فالموضوع بيبقى زيادة عن اللزوم وبالغ فيه لدرجة ان انا قاعد كل شوية ابص على اخباره بصحة من النوم اتشيك اخبار الممثل ده او الشخص اللي انا متابعه ده انام احلم بيه بتكلم عنه طول الوقت في حياتي يومية لدرجة انه بدأ يأثر على حياتي الاجتماعية وبدأ يعمل لي خلال وظيفي وخلال اجتماعي ابقى في الشغل بدأ المركز في الشغل لقى خش في النصة بص على الاخبار بتاعته وعلى فكرة المرض ده انواع يعني اللي احنا بنقوله ده النوع البسيط لا ده الموضوع ممكن يبقى معقد اكتر من كده كمان ازاي؟ ده في بعض الناس بيبقى عندهم هوس لدرجة انه هو يبقى متخيل انه في علاقة عاطفية مع الشخص اللي قدامه ويخش في حاجة كده زي الطراب زهيني انه متخيل وفاهم انه علاقته بالشخص اللي قدامه ده علاقة عاطفية واللي قدامه هو اللي بينكرها لا وبعضهم بيحصلوا حاجة اسمها ارتومانيا بيبقى مصدق ان اللي قدامه او النجم والممثل ده بيحبه زي ما انا بحبه ويبقى اي اشارة بتتبعت او اي رسالة بتتبعت يفسرها غلط على انها ليه بالزبط كده فالممثل يحط اغنية مثلا او يحط مش عارف ايه فيبدأ يقول ده بعيد هالي ده بقصد انه يكلمني فده مرض مشهور جدا يبدأ من انه يبقى حاجة نيروتك يعني حاجة عصابية عادية ممكن تحصل معنا كلنا زي ما بنقول يعني شوية ان احنا بنتابع الشخص بالزيادة الزيادة من اللازم ومركزها معاه لا لدرجة انه اثر على الحياتي يومية وبعد كده ممكن يخش الموضوع في درجة انه مصدق ان انا على علاقة عاطفية بيه بس من جانب واحد وبعدين يخش في ارتومانيا انه مصدق انه حتى بطرف الاخر ايه بيحبني وبيبعتلي اشارات لانه ما يقدرش يصرح بحبه يعني لو واحدة عاملة كده مثلا بتتابع الموضوع ده بس مش مشاهير مع جوزها مسلا هل دي تعتبر ان هي كده عينة بالامراض دي؟ لا هي مش عينة بالامراض دي انا شكة في جوزها يطول الوقت تبقى مركزها معاه عشان هي يشكة فيه حس انه يبلعب بديله بس ده مش مرض يعني هو مرض دي حاجة طبيعية ولو وصل انه بدأ يبقى بيعقها عن حياتها يومية ومورسة عنشطتها يومية يبقى مرض اي حاجة تؤدي الى خلال وظيفي واجتماعي نعتبرها مرض نفسي طالما ما فيش خلال وظيفي واجتماعي فتبقى حاجة طبيعية طيب بالنسبة لحضرتك بتكلم عن الناس اللي بتتبع المشاهير بس احنا ساعات بنشوف ناس تانية بتتفرج على صور ناس صحابهم عاديين وبيحصل لهم برضو حالة الاكتئاب ده طب ده بيحصل ليه بقى؟ عشان هو بيقارن حياته بحياة الاخرين طول الوقت وهو زي ما قلنا كده بيشوف اللقطة دي على انها حياة الاخرين هو مش فاهم انه دي لقطة مش الحياة كلها فهو يقعد يقارن نفسه بالاخر طول الوقت المقارنات من اسوأ الحاجات اللي ممكن الشخص يعملها في نفسه لانه كل ما بقارن نفسي بالاخر انا ثقة في نفسي بتقل المثال المشهور لو قلتلك ان فيه شخصين بيلفوا التراك فواحد لف التراك في 20 دقيقة واحد لف التراك في نص ساعة مين احسن؟ هتقولي على طول اللف التراك في 20 دقيقة طب لو قلتلك ان اللف التراك في 20 دقيقة ده بطر رياضي وعمره 20 سنة واللي لف التراك في نص ساعة ده راجل عنده خمسين سنة وبيعمل ده عشان الدكتور نصحه بأنه هو يلعب برياضة ويتحرك يبقى مين أحسن أكيد الأكبر في السنة بالضبط كده لكن احنا دايماً بناخد حتة ونقارن بناخد حاجة سطحية قوي ونقول ده لف التراك أسرع من ده لا خد الموضوع على بعضي هتلاقي أنه المقارنة غير عادلة فاحنا بنقارن حياتنا بحياة آخرين غير عادلة فلما أنا عندي عشرين سنة مثلاً بعض بقارن نفسي بواحد عنده خمسين سنة أو عنده أربعين سنة ممثل مشهور فهنا مقارنة غير عادلة بص ده فين وانت فين بص ده عنده كم سنة وقعد يشتغل قد إيه بص ده بيعمل إيه وانت بتعمل إيه فالمقارنات دايماً بتخلي ثقاطنا في نفسنا تقل وبتخلينا نشعر بالإحباط وبتخلينا بعد شوية يحصل لنا رأيكشن تو فرستريشن اللي هو رد الفعل للإحباط ردود الأفعال للإحباط حاجات كتيرة منها الاكتئاب منها أن الشخص يعني عزل وانزاوي واكتئاب ممكن حد يأذي نفسه أعني لسه هكملك ومنها أنه الشخص يدخل في إدمان المخدرات لأنه بقى عنده إحباط مستمر فهو عايز يهرب من الإحباط ده فيدخل في إدمان المخدرات ومنها أنه يبقى عصب زيادة عن اللزوم وعنيف زيادة عن اللزوم فيبقى أي حد بيكلمه وهو بينفعل عليه لأنه هو ده رد فعله للإحباط اللي هو بيعيشه ومنها أنه يفكر أنه يأذي نفسه ومنها أنه يفكر يأذي الآخر تمام؟ فردود الأفعال للإحباط كبيرة جدا لأ سنة يا أحد دكتور يعني ممكن واحد يكون بيتفرج على مشاهير أو حد تاني مش لازم يكون مشهور ويعجبه حياته جدا في اللقطة بتاعت الصورة أو اللقطة بتاعت الفيديو فيوصل لمرحلة أنه هو يأذي نفسه أو يأذي صاحب الصورة بالظبط كده لأنه هو بعد شوية هو بقى عنده يعني هو الأول كان معجب بالموضوع بعد شوية مع التكرار للموضوع هيبقى عنده أحقاض تجاه الشخص ده وده يبقى مشهور أو تلاقيه بين أوي على السوشيال ميديا لما ممثل تحصل له مشكلة تلاقي الناس كلها دخلها شمتانة فيه وفرحونا فيه اللي بيتابعوه ما بيصدقوا ويشتموا فيه طب هو إيه الحكاية؟ هم عملوا كده ليه ده لسه مبارح كانوا هم عندهم أجريشان داخلي أو عدوان داخلي تجاه الشخص المشهور ده إشمعنا أنت مشهور وإحنا لأ فاهميني؟ فيبدأ إزمار العدوان ده في الحظات الحاجات دي حصلت كلها يعين دي أمراض أكيد كانت موجودة من قبل بس هل هي ظهرت أكتر بعد السوشيال ميديا ما بقى إنا منفتحين كده كلنا على منصات التواصل الاجتماعي؟ هو المتابعة بقت أسهل بقت متابعة النجوم أسهل بس هي كانت موجودة من زمان هو كمان بيحبه بعطله إشارات دي اتعملت في فيلم مشهور اللي هو بتاع بحبك وأنا كمان بتاع فنان مصطفى أمر لما كان فيه واحد بيحبه ومتخيل أنه الممثل ده بيحبه هو كان بيتابع أخبار الممثل أول بول واخد بالك فالمرض ده موجود من زمان ده أول مرة اتشخص المرض ده كان في إنجلترا في القرن ال16 فدي حاجة شائعة جدا ولكن هو لما بقى فيه والسوشال ميديا وانفتاح والمتابعة بقت أسهل الموضوع زاد فبقى مش بنتبع شخص واحد لا بقى أنا بنتبع أشخاص كتير وبقى أنا بنعرف تفاصيل حياة الممثل الأول بول لأن الممثل كل شوية بيعمل تشيكين أو الشخص المشهور ده بيعمل تشيكين في مكان معين فأنا عارفة دلوقتي أنه في المكان الفلاني فأنا ممكن أخد بعضي وأروح أعود له على باب المكان اللي هو فيه عشان أقبله أو عشان أشوفه أو 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 دكتور إنيسل بتتأثر بالمشاهير سنهم بيكون أكتر من صغيرين ولا أي عمر؟ هو شائع ده في سن من 14 إلى 16 سنة يعني دول أشيع فئة بتتابع المشاهير بشكل دوري وشائع في البنات أكتر من الصبيان بالمناسبة إيش معناه؟ هو لقوا كده الإحصائيات لقيت أنه أشيع في البنات من الصبيان بس لقوا أنه في بعض الأمراض لما ندخل بقى في محلات الأمراض لا أشيع في الصبيان من البنات لكن المتابعات بتاعت المشاهير أشيع في البنات من سنة 14 إلى 16 وبتقل بالمناسبة كل ما بنجبر لأنه الشخص بينشغل بحاجات تانية وفكرة الهوز بممثل بتبقى شقعة برضه من سنة 14 إلى 16 ما فيش حد لو تغذي بالك من أصحابك بالضبط كده إلا في فترة المرحقة كان عنده فتح أحلام من الممثلين وكان مهتم قوي بالممثلين في الوقت ده كل ما بنجبر كل ما اهتمامنا بيقل ونخش في الواقع أكتر ونندمج في حياتنا الواقعية طيب إحنا عملنا تقرير حابين حضرك التفارج عليه ونرجع تاني على طول موسيقى 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 اللي حلو بس اللي بيظهر أكيد مش لحدش بيظهر الوهيش على السوشال ميديا وفيه كمية إيليز طبعا متضع بقى الشكليات ويكب وكله فمكتش أي حاجة كله فيك على السوشال ميديا في منها جزء حقيقي في منها بتبقى حاجات فيك يعني فيه حاجات بتبقى حيك وفيه حاجات بتبقى منها حقيقي وفيه حاجات بتتصدق وفيه حاجات ناس بتصدقها ونس في منها ما بتصدقهاش يعني بتلاقي فيها كتير كشكل مثلا أنا وكام على شكل قدس كتير قوي ولو على الحقيقة فتبقى نفسح من الحاجات اللي هي الحلوة بس أكيد موسيقى 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 رأي في الانفلونسر و بلوجر لأ يعني شاف انهم فيه ناس بتقدم محتوى كويس ومحتوى مقبول وفيه ناس بتقدم محتوى يعني شاف انهم مالوش لازمة أو انهم انهم يعني شاف انهم هادف أو حاجة بيقدمها هادفة ما بيش حاجة تفيد يعني معظمها تهريج معظمها خروجات يعني كل احد بي يعمل على السوشيال نيدي بتاعته على حياته هو قصة حياته طيانا استفدت إيه من مك ما بحضمش خالص صرا ولا عمري ما حبيت ولا تكبلت شغلات أصلا للفلونسر دي ولا البلوجر ولا بقتنع بيوهم مش بتابعهم لا والله انا منوكة نظر شخصية اذا كانت معبرة عن حالة او واقع يعني او بتناقش قضايا معانا فدي مجدية لكن خلاف كده مش فيه البلوجرز ممكن منهم يتشاف وفيه منهم تفهين انا شاف انهما فيه منهم معظمهم تفهين والتفاهة دلوقتي هي على السوشيال ميديا المشاهدات بتاعتها احسن ده فاضة بقى الفراغ بتعلم دكتور اي رائك في التقرير هو يعني التقرير يبدو انه الناس عندها وعي وفاهمين انه ده مش حقيقي بس يعني انا اعتبر هردود تلفزيونية اكتر منها الواقع يعني عارفة المسألة اللي بيقولك الزن على الودان امر بالسحر طبعا يعني احنا لما كل شوية تظهر لنا صور البلوجرز واخبارهم وبتاع بعد شوية هتلاقي غصبة عنك الموضوع تصرب العقلك الباطن وبدأتي تؤمني بي وتصدقيه فالردود هي تبدو انها تلفزيونية اكتر من وقعية لانه غصبة عننا هيبقى جوانة في العقل الباطن الموضوع يعني دخل بشكل كبير وكتير من الناس بتبدأ فعلا تقلد البلوجرز وتلاقي انه انا عندي اطفال بعالجهم الحقيقة اطفال اطفال 8 سنين و 10 سنين متابعين البلوجرز وقرار نوحاتهم تبقى زي البلوجرز يعني تسأل الطفل انت عايز تبقى ايه يقولك زميان كان يقولك ابقى دكتور دلوقتي يقولك ابقى بلوجر ابقى يوتيوبر وكأن الموضوع بقى يعني سهل ان انا اخد فلوس من الحاجات دي والاطفال دول بيعملوا قنوات على يوتيوب فعلا بياخدوا اذن اهلهم واهلهم بيوفق لهم عشان يوررهم ان الموضوع فاشل فيبدأوا يعملوا قنوات على يوتيوب ان هو بيحط لعبة بتتلعب ازاي تلعب اللعبة دي ان هو يحط حياته يومية للأسف بقى في اطفال يعملوا حاجات مش المفروض انها تتعامل عشان ياخدوا مشاهدات وعشان الموضوع يبقى مربح بالنسبة له والمشكلة انه لو الموضوع نفع فهيخلي الطفل بعد شوية ايه يد من الحكاية ويبقى عايز تبقى حياته كده وخلاص وعشان كده خدي بالك اطفال كتير من اللي بدأوا التمثيل وهم اطفال حياتهم انتهت وهم كبار لانه لما دخل التمثيل وهو طفله وبدأ يحس انه مكسب الفلوس اه مشهور ومكسب الفلوس جاي بسهولة ما بازلش مجود بعد كده وحياته انتهت بعد شوية فالاطفال دول لو كذبوا فعلا في يوتيوب والموضوع مشي معهم هيمشي مؤقتا وبعد شوية الاطفال دول حياتهم هتنتهي زي الممثلين اللي بدأوا هم صغيرين احنا دايما نفسيا لو ام جات لي تقول لي ابني معروضة عن انه يمثل دور خليه مثله لا 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 لانه لو دخل في السكة دي وهو صغير هو انتهى وهو كبير هيحس انه بدأ يحقق انجازات وهو لسه صغير ما عايش حاجة فعليا وده الواقع اللي بنشوفه ما فيش ولا حالة يا دكتور تكون العكس يعني ان مثلا الام تشوف ان الطفل عنده موهبة فبتنميها بتنميها بس خد يبالك انه عشان يجبر وهو عنده احساس الشهرة واحساس العظمة واحساس ان الفلوس بتيجي بالسهل ده هيخليه ما يبزلش اي مجهود وما ينميش اي موهب عنده او اي مهارات عنده ده طبعا دور الاهل بالزبط كده فعشان كده الموضوع بيبقى صعب لما يبدأ من بدري عكس الناس اللي بتبقى بدأ وهي كبيرة يعني والناس اللي بتبقى واخدى الموضوع باحترافية فالموضوع مختلف التقليد بقى هو المشكلة لانه زي ما بقول زي ما قالوا كده في التقرير في ناس بتوى عايزة تقلد بس الانفلونسر ودي طريقة سهلة لكسب الفلوس فيصوروا اي حاجة فتلاقي واحدة بتنظف بيتها بدأت تصور نفسها وايا بتنظف بيتها وتنزل ده على يوتيوب وتبقى انفلونسر بعد شوعية هي الفكرة ايه هي الفكرة عايز تعمل اي حاجة عشان تاخد نفس الترند اللي بياخده الاخرين وهي دي المشكلة انه بقى فيه هوس للترند طيب دكتور المفروض ندي اطفالنا الموبايل ويكون عندهم سوشيال ميديا من سن كم تقريبا؟ هو سوشيال ميديا دي لازم لما الطفل يبقى ناضج يدخل في مرحلة النضوغ شوية اللي هو سن كم؟ الطبيعي 16 سنة تحت 16 سنة احنا محتاجين ان احنا نبقى تحت رقابة يعني لو هعمله حتى سوشيال ميديا فالموضوع يبقى تحت رقابة مبقاش متساب كده يعني هو داخل على الفيسبوك وانا قاعد جنبه هو عمل بروفايل عشان يتواصل مع صحابه وانا قاعد جنبه في الوقت اللي انا مش قاعد فيه جنبه مفيش تواصل لانه بيتم استغلال الحاجات دي بشكل كبير وكان بعض الاطفال اللي عملوا حاجات على السوشيال ميديا والناس بدأت تتابعهم فيه ناس بدأوا يستغلوهم ويدغطوا عليهم الجرائم بتاعت الاتزاز الالكتروني لو عارفاها طبعا وفيه ناس انتحرت بسبب جرائم الاتزاز الالكتروني الاطفال دول ما عندهمش القدرة ان هما يميزوا ما بين النصب وما بين الواقع فعلا فيقولوا انا عندي ليك صور وانا هبعت لأهلك مش عارف ايه فالطفل يصدق انه هتبقى فيه مشكلة ويبدأ يبقى عرضة للتزاز الالكتروني فعشان كده مهم قوي انه اطفال يتابعوا وبذات على السوشيال ميديا لحد سن 16 سنة بعد 16 سنة ممكن خلاص بقى هو كده بقى ناضج فاسيبه بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة في السوديو واستفدنا منك جدا وياريت المشاهدين كمان يكونوا استفادوا وان شاء الله تبقى معينا مرة تانية شكرا على حضرتك ويساعدة المشاهدين مرسي حضرتك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب الجملة دي مع الاسف منتشرة جدا في مجتمعنا وده بيكون نتيجة ان الناس كتير قوي بتتكلم في حاجات ما عندهاش علم بيها زي مثلا النصايح الطبية والأدوية وطبعا ده ممكن يعمل كوارث مش كارثة واحدة بس دفنا النهاردة هو الدكتور صيدالي كل الفيديوز تقريبا بتاعته عبارة عن نصايح للناس بيقدمها بشكل سهل وبسيط جدا وده خلاه يتصدر الترند على التيك توك كواحد من أهم السيادلة في مصر على السوشل ميديا خصوصا ان النصايح بتاعته فعلا مهمة جدا وبيقدمها من غير أي ملل دفنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو الدكتور الصيدالي محمد نادي أهلا بك يا دكتور محمد موسوط ان انا معاك جدا موسوط انا القناة الأولى مرسي مرسي لزول دكتور محمد أول حاجة هسألهي لك اللي خلاك تدخل عالم السوشل ميديا بصيحة دي حكاية يعني اقولك احنا طبعا كان عشرين وعشرين بقى وقت الكورونا ووقت لما بقى كان في حظره وإحنا من ضمن الناس اللي ممنوعين عننا الحظر فقونا بتنزل فقعد ما بنعملتش حاجة فبدأت الناس كنت بتصور فيديوز على تيك توك وبتاع فإحنا كنا بنصور فيديوز فتصور حاجات لايت كده كومي دي حاجات في الصيدلية ومواقف اللي بتحسن معي ففي مرة كده قلت لنفسي طب لانا ليه ما استغلش موضوع أود أقدم حاجة تفيد الناس وحاجة جد بقى شوية آه شوية هزاره ولأ ونقدم حاجة محتوى الناس تستفيد بيها فعلا فبدأت فيديو بفيديو بفيديو الحمد لله ممشن بقى الحمد لله طيب المعلومات عن الأدوية عن متى بتكون صعبة أن أي حد يفهمها إزاي بتقدر تحطها في وقت قليل وتكون بسيطة أن أي حد يقدر يفهمها بصي أنا من أسلوب أن أنا بحب أشرح أو أوصل المعلومة بطريقة مبسطة واللي يقدر كل الفئات اللي أنا بتتابعني فئات كتير فبقى حاول أوصل لمستوى جميع الفئات إنه يقدر يفهمني خصوة أني مثلا في طلبة صيدالة مثلا بتتابعوني في ناس عداية بتتابعني لازم أوصل لك المعلومة بالطريقة اللي أنت تفهمها مش هقدر أقول لك مثلا أصدقاء المصطلح العلمي بتاعه وكذا هيفصل على طول إحنا أساسا بنعف من أول اسم الدواء هيفصل أيضا نحن نعف من أول اسم بقوله ده بيعمل كذا 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 وخلي بالك عشان كذا 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 ودي ما وانعه كذا 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 مثلا حاجة ما تنفعش مثلا مع حامل مع مرضى ضغط مثلا لا دي خلي بالك منها دي كويسة دي مش نص ونص دي معقولة في حالتك أنت تبقى حلوة ممكن ما واحد تاني تبقى وحشة فدي بتخترف طبعا من بين أدم للتاني وهي تبقى لأن أنا بخاطر ناس كتير فلازم بوصل أبصت المعلومة عشان ناس كلها تفهم أو بحاول يعني طيب إيه حكاية المواقف اللي بتحصل في الصيدالة الصيدالية لا لا مواقف كتير هقولك لسه مواقف أنا لسه لسه لما رزلت في الفيديو ده هقوله لي كاكسيكلوسيف يعني حد بيشنت مبرح بيرجع لي خد دوا فبيرجعه طيب محاطر فيش مشكلة بفتح زيزة دي رؤيتها مشروب منها فقول لها حضرتك دي مشروب منها دي مفتوحة فبتقول لي أيوا تصرف قلت لها تصرف إزاي حضرتك إيه حبيع بالبق يعني ولا إيه مش فاهم حبيع بالبق ولا عمل إيه مش فاهم ما ينفعش طبعا دي موقف مثلا موقف تاني فإحنا قابل كريديك كارد فقوله طب ما عليش حنستنى في الدفع شوية قصل الكريديك كارد في المحفظة طب ما فودي بقى فين يعني فين فدي مواقف بقى مثلا حد يقول لي مثلا إيه سي مثلا إكس من الدواء ناقص في السوق فبقوله ده زي وهو نفس المادة فأي قد بيجي لي حساسية منه ايه حساسية ازاي ده هو نفس المادة فعيل هو ازاي حساسية انت عايز تنموتني اموتك ايه بس اموتك ايه وانا قولت حقا غلط ده هو هو فعشان الفكرة دي بنحاول نوصل فيها فالمواقف بقى كتير على كده قوي ده غير بقى يعني مواقف تانية وحد مثلا يقول لك بس لأ حاجات كتير قوية انت فعلا أخدت كورس للتمثيل عشان عايزت بس طيب عامل ايه في الموضوع ده والله من ساعة دخلت في السوشال ميديا اكتر يعني نسيت وقورت اذاعة كمان اه بك في الراديو اكتر فبدأت اكتر لما ركزت بقى في السوشال ميديا اكتر بدأت يعني مش عارفة اوفق بقى من الشغلي وبين السوشال ميديا بس نفسي ارجع يعني نفسي اكيد دكتور محمد الناس كتير قوي بتفتكر ان الصيدالي هو اللي ممكن يكتب لهم على دواء لا ده ما ينفعش فيه حاجات فيه حاجات فيه حاجات فيه حاجتين فيه حاجة اسمها برسكريبشن اللي هي تحت وصفة الطبيب وفيه حاجة اسمها اوتي سي اللي هي مش محتاجة وصفة الطبيب زي ايه زي المسكنات بعض المسكنات حاجة البرد اللي هي الكريمات التاعت المساج اللي هي البسطة العضلات الفيتامينز مثلا يعني فطبعا فيه حاجات مثلا يعني لسه كان فيه حد فين الدكتور بتاعك؟ فين الدكتور بتاعك؟ لا تروحي له طبعا يشوف الدنيا فيها ايه؟ لازم. يعني انا مش هقدر افيدك لان هو احسن مني في حالتك. هو اضرب حالتك مني. يعني دي بقى مهمة الصيدالي. انا بعمل ريفير للدكتور. بقول له هتروح لده. روح للدكتور ده عشان هو ده يشوف لك الحالة دي. تعال لي اه اطلع لك الده وقول لك تمام. بس انت لازم هتروح له. اه انا ممكن اساعد الطبيب وقول له اه راح حلله كذا وكذا وكذا وكذا. مثلا حد مثلا عنده مشكلة مثلا. ولنفترض مثلا في القلب مثلا. نروح يعمله رسم قلب. روح يعمل كوليسترول. روح يعمل غدة. روح حلل حلل. روح له جاهز. او مثلا حد عنده كوفيد. اه قول له لا اه راح يعمل سيتي على السيد. روح يعمل التحاليل المطلوبة. اه كده. بتوجهه ان هو يروح فيه. لا وهو يروح له. انا بساعد الدكتور روح بحاجتك. عشان ما تاخدش. مش هو يروح يقول لك لا روح حلل لي وتعالي. لا. هذه الحاجة معايا. اتفضل فيها ايه. فطبعا ما فيه حاجات. طبعا بتبقى ان انا بوجهه. اقول له روح للدكتور ده. مثلا تخصص الفلاني. لا. مثلا حد يقول له انا عايز مهدد. ما ينفعش. ما ينفعش. بس هو الصيدالي ما يقدرش حتى لو موضوع حلب برد. مش المفروض ان هو يقول الدول المفروض هذا الشخص ياخده صح؟ حلب برد ممكن. يعني حلب برد بس لو مريض ضغط طبعا لا انا بخلي بالي بقى. مع دي بقى دي بقى يعني شطرت الصيدالي. لسه كنا منتكلم في الموضوع المادة الفعالة. لا يا عايز صيدالي. صيدالي شطر. مش اي حاجة وخلاص. حتة الدول برد مثلا. اللي قدامي ده عنده مريض ضغط ولا لا. اللي قدامي دي حامر ولا لا. فانا لازم اسأل دي كلها. لان بنائنا عليه. هطلع على الاستنت يعني بنائنا على الموضوعات اللي قدامي. هطلع على الحاجة الصحة. عشان معنينش مشكلة. لاني دي صحة ناس. ما قدرش ردي اي حاجة وخلاص. طبعا. طيب نرجع للسوشال ميديا. عايز اعرف اكتر سؤال بيجي لك كامل من الناس. اشت الشعر. اخس. الناس نفسها تخس وهي قاعدة كده. طب احنا عارفين ان انت خسيت كتير صح؟ انا كنت مية وسبعين كيلو. مية وسبعين وبقيت كم؟ دلوقتي تلاتة وتسعين. ده عملت عمليات او حاجة؟ سنة ونص. عملت عملية. لا لا سنة ونص. سنة ونص دايت. ورياضة طبعا. طبعا عملتها ازاي بقى احكين. مصي. انا ببساطة للأسف انا عندي فاميلي هستري عندي في السكر مشرف. يعني العيلة تقريبا. فانا كنت خلاص يعني على وشك. فاخدت القرار ساعتها. فكنت بعلق قلم الانسولين كده قدام على باب التلاجة كده. اوكي كل. لا يوجد مشكلة. عندك استعداد تعيش كده. اوكي. ماشي. فلأ سنة وكده. سنة ونص بالزبط. بس عايز اقولك ان الدايت نفسه او انك تخصي هو مسهل. طبعا. الاصعب منه انك تحافظي. والارادة. اه. دي الارادة بقى لازم في حافز. ما ايه حد يقولي طيب. فين الحافز. اه. فين الحافز يا عايز تخصي عشانه. يعني. بص يا عايز اقولك فيلم مثلا فيلم اكس لورج. اتطبع عليها بحزافيره. بحزافيره. عارفة اللي هو بالزبط. يعني نفس الموقف كده. عارفة. فلا. طبعا. الارادة في الموضوع ده مهم. حتى انا لو حد بقوله. بص. انا بجيبلك من الاخرى. وزنك كبير. عندك ارادة. لان المشوار طويل. هتقدر. اوكي. مش هتقدر. يبقى فيه امكانية مدية. ممكن تتساد فكر في عملية. مش عيب خالص. لان فينس تقولك. ازاي ان انا هعمل عملية. وانت معندكش. يا سيدي اين مشكلة. يعني انا شايفها. من منظور تاني شوية. مدام هيساعد ان صحتك تكون اخصا. انا جاي مسبيرو مثلا. مش ممكن نجيبش. انا ساكن بعيد شوية. مش ممكن نجيبش. ممكن نجيبش. ممكن نجيب عربية. مش مهم وصلت. بس انا وصلت. خلاص. مش مهم بقى. ده لا انا مش. انا شايف من طالما انا بعمل حاجة. مش حرام ومش غلط. خلاص. المشكلة. انما في يقدر. انا غير فلان غير علان. اه انا قدر. غير يقدرش. غير يقدر. انا ما اقدرش. عادي يعني. انا مش شايف انها فيه حاجة. تقيم كيلو بالزبط. تقريباً في السنة ونوص؟ حوالي 75 دقاء مش رقم كبير على ان انت تخيصه في سنة ونوص؟ لا بجد؟ يعني حاسة ان الرقم لا لان لو 75 على 18 شهر لا يعني لا معقول يعني تقريباً في الشهر كنت بتخيص قد ايه؟ حوالي 5 كيلو وكنت بتعمل نفسك الاكل؟ يعني اه يعني مراتي طبعاً تتساعدني طبعاً يعني كنت بتساعدني طبعاً لان انا باشكر لها وانها وقفت جنبك؟ اه وكنت بتروح لدكتور مختص للدايت وبيساعدك ان انت يعرفك ايه الحاجات ان انت المفروض تاكلها وايه هي نوعية الرياضة المفروض تلعبها؟ اه لا دا كوتش بقى كنت بروح للجيمس عيطة ومع الدايت ومع العزيمة طبعاً لان انا مراتي كمان طبخة شطرة شطرة يعني احنا اول ما اتجوزنا انا اتخنت بتاع 35 كيلو دايماً الناس بعد الجواز بتدخن جميعاً اه اه اتخنت 35 كيلو بعد كده لا هي بقى بدأت تنزل معا شوية اتخس معا شوية هي وقفت خلاص خلصت وصت لاعي زال شكراً كمل انت بقى دكتور محمد دايماً الفيديوز بتاعتك وانت في الصيدلية ده علشان تدي سكة اكتر للناس لا هي صيدليتي فانا قاعد انا قاعد بقى بتسلع الفيديوز اه 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 انا قاعد بصور فيها فانا قاعد فيها فبصور فيها لا واحنا بطلع عمل حاجات من البيت بس انت عارفها بقاعد في الشغل ببقى اكتر بخش المود بقى يعني عارفها ببقى في المود اكتر يعني بقى في وسط الادوية كده ببقى عاد في المود يعني طيب عموماً انا بشكرك جداً يا دكتور محمد ومبسوط ان انت كنت معنا النهار وانا كمان والله انا عايز اقولك انا بسوط جداً 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 وانا مجد منتشارف بيك ومتشارف ان انا قاعد في القناة الاولى وفما سبيلو مرسي منزوك مرسي وبكده تكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باي باي